تمر هذا اليوم الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة التي ارتكبتها عصابة داعش الإرهابية بحق المدنيين العزل من أبناء المكون الإزيدي الأصيل في قرية كوجو تقع قرية كوجو إلى الجنوب الغربي من مدينة سنجار وتبعد عن مركزها قرابة 20 كيلو مترا ويبلغ عدد سكانها نحو 1700 نسمة يعيشون على الزراعة وتربية الماشية وفي يوم سقوط سنجار فجر الثالث من أغسطس 2014 وصلت أولى سيارات الدفع الرباعي التي تقل العشرات من مسلحي داعش في العشرة صباحا من اليوم المذكور إلى أطراف قرية كوجو ليفرض عليها حصارا استمر لأيام تفاوض فيها أحد قادة التنظيم مع مختار القرية مرت عدة أيام من الحصار الذي فرضه داعش وساعة طويلة من الرعب التي عاشها سكان القرية وهم يتوقعون إبادتهم في أية لحظة ليشرع داعش بتنفيذ جرائمه في صبيحة الخامس عشر من آب أغسطس عام 2014 أي بعد 12 يوما من مجزرة سنجار وطلب عن أصير داعش من الجميع إعطاء كل ما بحوزتهم من أموال وذهب وحلي ومفاتيح السيارات دون استثناء ثم أجل داعش الرجال جميعهم باستثناء مختار القرية الذي بقي مع نساء وأطفال كوجو المنكوبة وكان عددهم يتجاوز لـ 800 من النساء والأطفال وبعد ذلك بدقائق تم سماع أصوات إطلاق نار كثيف تبين فيما بعد أنه جرى لتنفيذ عملية عدام جماعية قام بها عناصر داعش لنحو 500 رجل إزيدي ممن تم اقتيادهم في شاحنات بعد وعود كاذبة وخادعة قام بها داعش لفصل الرجال عن النساء حل الصباح على نساء كوجو المفجوعات طلب التنظيم من كبيرات السنة التوجه إلى إحدى الساحات وتجاوز عددهن الثمانين مرأة بعضهن لم يصلن إلى سن الخمسين بعد وتبين لاحقا أنه تم اقتيادهن ودفنهن حيات في حوض أسماك بمزرعة غير بعيدة أما من تبقى من فتيات فتم توزيعهن بين أمراء وعناصر داعش وتشتت الجميع ما بين الموصل وتلعفر والرقة بعضهن قتلن خلال محاولاتهن الهرب من قبضة التنظيم فيما تم أخذ الأطفال جميعهم إلى مراكز التدريب وغسل أدمغتهم لتحويلهم الانتحاريين وعناصر في التنظيم ترجمة نانسي قنقر